الجزء يبدأ مع وانغ الذي يهتم بجرح ميجين وعلى شانكه تتأثر وتسأله إلا يحدث لو حد تصرف تحت تأثير القحول وتكرر تقوم ببوصه على طول ولكن في الحقيقة يكون هو يضع يده قبل أن تبوصه أصلاً وهذا يجعله ليس قد تفضل قدامه خالص وهو يرتبق أكثر فهو تروحه تكون يانغ وتتفرج على بوسه وتتفعل مع الفيلم ولكن هذا يضيق ميجين جداً ويانغ تروحه وعايز تعرف منه إلا حصل فهو ترتبق وتقول أنه ممكن تكون بس تحدى قبل كده بس على إيده وهو يجعل يانغ مستغربة جداً وهو تفكر أنه هو اللباسها ويمنعته ولكن تقول أن اللحصة على العكس ويتحكوا هم الاتنين على اللحصة وتتريق عليها أنها بانت أنها عبوتها أو كده وتعرف أنها كانت في بيته علشان كالك جهلتها أصلاً فهو يروحه ويفتكر وقتما منع ميجين أنها يبوصه ويلوم نفسه كتير ويشرب أكتر ويقرر يروح ويشرب أكتر ومن هنا تأتي ميجين ويانغ ولما يشوفها يخاف أنها تشوفه أصلاً ويفضل مرتبك ومش عارف إيه اللي جابها لها ومش عارف اللي بتخفى منها ويكون مش عايزها تشوف خالص وخصوصاً هي بتتخنق مع يانغ ويخليه يتصاب بس بيكتم الواجع بتاعه ويروح ويحاول يهرب وفجأة بيغبط في ميجين ويتفاجئهم من بعضهم الاتنين ويرجع لها مشروب بتاحها ويانغي بتيجي وبتكسر الأحراج اللي بينهم ده فبترح تكلمه على أنه بيشرب على غير عادته وشايفه في المرتبك وتتأسف لها الخطأ اللي حصل وإنها ما كانتش عايزة دايقه أصلاً فبيكون عاوز تأسف لها هو وبيخليها مستغربة ويانغي بتطلع بس ميجين بتمشي معها على طول وده بيزع على لونغي من اللي حصل خصوصاً المفروض موجب بيها فيروح يشوفوا الورق والأسماء وبيفتكر أن الأورق دي بتكون بتشكك أكثر في تشي وبيروح يتابع المخطط الخاص بي وبيحط أماكن العصر على الضحايا والحاجات اللي كانوا بيشوفوها ومستغرف أن طالما الضحايا بتموت فليزهر الجاني وشايفه أنه عمل ده بدون تخطيط وأكيد لا فتش المنطقة يلاقيها وبيربط بين كل اللي حصل وعاوز يوصل للقاتل وبيكرر يروح لسد دايقه واللي أكيد في الجسس وبيكرر يتصل بكون واللي بيسأله لو لقوا حاجة في السد ولا لا وده بيكون صعب عليهم بس ونغي بشكه في المكان ده جدا فبيعدي لهم عمل ونغي ولمسان اللي ده بيلاحز في أنهم غاربين النهاردة وبيفتكروا اللي حصل وخصوصا لمسان اللي بتكون متضيئة على الآخر أصلا ولما بينادي عليها بتصرخ فعلا طول وبتنكر أنها تعرف أي مكان وبتكون رفضة تساعده أو تقوله على أي حاجة علشان ده مش عملها وبتمشي على طورية متضيئة ومش فاهمين إغات اللي عمله أصلا فبيروح يتكلم معاه في النهاردة تجنابه وده على غير عادتها وعايزين أنها تشتغل أقل من الأول بس في الحال نها بتكون مع وون ودوك بيشوفوا أنهم مع بعض أصلا وبياكلوا سوا وهو بيفضل يخطبها بشكل رسمي ودوك لما بيشوفوا أنه بيقرب منها بيكون مصدوم ومش مصدق اللي شايفه ده وخصوصا أنه وون بيهتم بها جدا ومش عارف إزاي بيهتم بستة كبيرة زي الامسان أصلا وونغ بيلاحظ ده وبيلاحظ في أنه مشتبه خالص وبتصرب بغربة كبيرة وبيكون مش مصدق اللي بيحصل ده ويموت من اللي شايفه أصلا فوان بيروح يرقص فرحان بس بيوصل له جواب وبيسمع أغاني ومش بيلاقي أي حد وبيشوف أنه ده كان فيه متدرب كذب بأمر رهويته وبيصدم جدا ومش بيبين ده خالص وبيعرف أن حد عارف بأمر الامسان فبنروح لهونغ اللي بيروح عند النهر ويستدل الشكيك فيه ده وبيفتكر الأثار اللي كان تباحها وقتها وبيتكلم مع كون وعايز منه طلب فبيعد الوقت والمدير بيكون بيلومه علشان بيطلب من الشرطة انهم يبحثوا عن شخص وبيجيب اللوم عليه علشان بيتدخل في قضية تانية وعايز ما تخطاش حدوده أصلا ومش عاوز يجيب سرط المفقودين من تاني وبيمشي بس في حال مسان بتفكر اللي حصل وبتكون مصدومة فيونغي بتكون بتكلم معه يا ماشي وبتهون على عبد اللي حصل بينها بان وانغ وبتكون عايزة تجيب لها طعام وتستانى في الطبور بس انه دوك بيجو بيشوفها بيستغربوا من بعض انهم بيجي يأكلوا في المطعم ده وبيقرر ينضموا ليها وبيكلم وانغ ولما بتعرفوا انه يجي بتكون مجينة تغرب بس بيشوفها وبيقرر يتقابلهم الاربع سواء وانغي بتتكلم معها وما كانتش عايزة دي حصل خالص وبيلاحظوا انهم بيفهموا بعض من غير ما يتكلموا حتى وشايف ان دوك مرتبك منهم جدا وبيفضلوا يهزموا على بعض بالطعام لغاية موانغهم مشين بيشيلوا بس قدهم تغبط في بعض وبتلمس بعض وبتأثروا جدا وبتكون حزينة علشان فاعتقدها انه رفض التقرب منها لما رفض البص على طول فانغي بتتكلم مع دوك في النكراشة وون اصلا وبتكلمها لانوان اكده يا معجبة بيه وبيكون عاوز يعرف لو اعترف بحبه لا ولا لا وده بيعصب وونغي جدا وبيفضل تخنق معاه علشان مش عاوز ده يحصل والكل بيلاحظ في انه غيران عليها اصلا وعلشان كايونغي بتفضل تستفز فيه وعاوزها بين حبه وغيرته عليها وبتتكلمها ان لو انطلب منها خروج ولسه تقول بس الطعام بيجي على طول وبياكلوا وبيفضل وونغي مدية جدا فبيعد الوقت ودوك بيسكر وكمان يونغ ومش عارفين يعملوا قافيهم وبتتكلم انها كانت بتشوف دوك في اماكن مختلفة وبيكرر وونغي ياخد ويمشي على طول فبيروح يوصلهم وبيكون مدية جدا وبيتزمر على اي حاجة حرفيا فبيكون قاعد جنب مجين وبتتكلم معا اللي حصل في الليلة دي واللي بيفتكره وبيكون حزين ولما بيكون يتكلم مع الساق بيقطع كلامهم ومنهم يوصلوا وبالفعل بتروح تتم بيونغ وبيكون يمشي ويوضع بعضهم الاثنين وعايزا يقول اللي كان يقولوا ليها وبيكرر يمشي ويبقى اتصل بقى بعدين احسن فان يونغي بتفوق وبتكون ما كانتش ساقران اصلا علشان تشوف اللي يحصل بينهم في حيان ان دوك بيكون سكر فعلا وبيكرر ان يفضل في بيت وونغي النهاردة بما انه ساقران وبيروح يفكر مع نفسه شوية بس في الحاجة في ان السد في جثة بتظهر فجأة الشخص بيصطاد ومن الوضح ان شك وونغي يكون في محله فالشرطة بتحضر وشايفين انهم لقى الجثة بفضل تفكير وونغي واللي بيجي بكون بيروح له وبيعرفه بالله حصل والحال الناهيون هو اللي بيكون لقى جثته على طول وبنته بتيجي وبتبكى عليه كتير وده بيفكر ونغي بنفسه زمان وقت اممه ماتت وكان عاوز يوصلها بس مش عارف ومن وقتها هو في الجنازة كان وحيد والمحقق بيكون مش عارف يرد عليه وبيحاول انه يساعده ويأكله اي حاجة عشان قاعد وحيد ومش عاوز يمشي بدون اممه ولانهم يلاقوا الجثة عشان شايف انهم اكيد عايشها وعد نفسه انه يلاقيها وبيفضل يبكي كتير على اللي حصل ده وده بيأثر فيه حاليا وكل موقف بيفكره بحياته زمان اصلا فبنروح الامصان اللي دوك بيكون متابع وقت العمل وللما بيخلص بيردالة طعام بس بترفض على طول وبتكرر انه تمشي مغير ولا كلمة وعلشان كابيكرر يروح يتباحها على طول وبيلاقي في انها تتقابل مع اون واخدينها على بعض وبيقرر ان يوصلها وبيتعامل معها بشكل كويس وده كل لسه مش فاهم اللي بيحصل وانه بيتنمي بها كتير اصلا فبتكون معاه وشايفة في انه اخدها عشان ياكلوا سوا وشايفة في انه لول عشاء العمل ما كانتش كل ده حصل بس انا مجين بتفتكر كل اللي حصل بنا وبنوانغ وبترجع طبيعية من تاني وان بيلاحظ في ان في حاجة يبتفكر فيها فبيعاد الوقت وبيكون الصحفيين متجمعين عند قسم الشرطة وده بسبب ظهور الجثة وبيروحوا عايزين يسألوه بكتر من طريقة فانتشاي بيسمع الاخبار عن الجثة وبيقرر اتصل بالطب الشرعي وبيكون عاوز يعمل حاجة عشان يخفي جريمته ده وبيفتكر كل اللي حصل اصلا فانتشاي بيجو بلومتشيون عشان مش عارف تتنمي بقضيتها وبتتدايق وبيتروحها جاري يلوانغ ومش بتلاقي حد وبيكون دوكو اللي مسمت خفين منها اصلا ولما بيزعي بتتراب منه على طول ومش بيكرر يقول لها اي حاجة من الحس فيه فبتمشو بتكون شايفة في انه متؤثر جدا وبتلاقي كل اللي بتكلم على هيون وبتشوفوا الاخبار في انه مات وده من ضمن جرام القتل وبتفتكر بنته اللي كانت حزنة عليها كتير فانوغي بيكون مستنى تقرر طب الشرع اصلا في حين انه كل اللي بتجمع وزعلانين على موت هيون وكشايفة في ان المساعدة مش هتفت حاليا وبتتضايق عليهم وبيكرر تشيل ان يساعد بنته ويعليجها في المشفة بتاعه ولمسان بتتبعه بتشوف ان ده نفس ارقام عربية تشيل واللي حصل وبتخاف منه جدا عشان هو كده هو القاتل وبتروح جاري يلدوك اللي بيعرف انه مشاكين فيه وبتكون مضايقة جدا وعايزين شاهد عليه فبيعرفوا في انه في شخص قطع رجل وخليه يغرق واللي عمل كده بيكون شخص مجنون عشان الشخص اللي عمله ده بيكون حطانه مخدر وبينف انه محترف وبيخلصوا بروح لتشول اللي رفض التامة شي خالص وده بسبب شخصيته فاندوك بيعرف لمسان مستويات تصرف وانغ واللي بيكون وصل لاخر مستوى وبيكرر يروح المشفة عن طريق لمسان الى التامة نفسها تعبانة اصلا وبتكرر ما تخليهمش يمشوا من غيرها وعايزين يكتشفوا تشيف المركز بتاعه وبيكون خططه باللي يعملوه اصلا وبيتروح بتحاول تمشي من المكان بس التشاب يعرف وبيروح جاري على طول فبيعملو تحليل لمسان والتشاب يوصل لها ومش بيلاقاها خالص وبيزع فيهم بس الحال نها بتكون عارفت وقررت تغرب من غير محد يشوفها وبيقرر يرقبها اصلا وبتحاول تتخفى منه وتوصل لمكتب تشي وبتدخل فيه بالفعل وبتبحث بس انا بيشوف قمراته مرابا ومش عارف يا راحت فين اصلا والتشاب يزع وعاوز للاقيها وتدور في ملفاته وينا تشاب يوصل وبيشك في ان في حد اصلا وبيروح يدور في المكتب ولمسان تكون متخفية ولما بيكون يشوفها تكون مرعوبة بس مساعدته بتجيب لنتايج فحص دم لمسان وبيتصدم وبيروح يجيب الملفات وبيطبقهم ببعض وبيلقهم مختلفين وبيكون مصدوم جدا وعاوز يعرف مين اصلا والجزء بيغرصها هنا فما تنسوش اللايك واشتراك في قناة وتفعل الجرس حلوين عشان يوصلوك جزء جاي سلام